موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى تدهور متسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وجرعة حوثية مضاعفة في خدمات الاتصالات اقتصاديون يقولون إن الحكومة خاضت معركة حقيقية عبر البنك المركزي وتركت جبهتها الداخلية عرضة للتأثيرات المضادة موسيقى الإصلاح يجدد مطالبته بسرعة الإفراج عن المناضي المحمد قحطان ويؤكد أن ميليش الحوثي تدين نفسها باستمرار المناورة بملف المختطفين ناطق الإصلاح أشار إلان الإفراج عن الشخصيات المدنية شرط لإثبات حسن النية وأنه من دون ذلك لن تنجح أي مفاوضات آلاف الأسر النازحة في تعز تواجه خطر التشرد مجدداً بعد عودة ملاك المنازل ومطالبات بوضع حلول عاجلة لتوفير السكن الآمن المهرة وجهة آمنة للنازحين الباحثين عن الاستقرار في ظل الحرب والعدوان الحوثي المستمر على الشعب أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم يوماً بعد آخر تعمق ميليشيا الحوثي الإرهابية معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الاقتصادية التي تشنها بأوامر طهران ولأنها ميليشيا إيرانية كهنوتية لا تأبه لمصير الشعب ولا بقوته تضمي قدماً في حربها المفتوحة ضد الاقتصاد الوطني بعد أن دمرت حربها المسلحة كل مقدرات الحياة واليوم وبعد عشر سنوات من الحرب والعدوان الإمامي تتخذ ميليشيا الحوثي الإرهابية الحرب الاقتصادية سلاحاً جديداً إذ أن تداعيات الحرب الحوثية تتجاوز المعاناة الإنسانية لتصل إلى عمق الاقتصاد اليمني الهش وتدمر ما تبقى من البنية التحتية وصلت العملة الوطنية ذبذبها عند أدنى قيمة لها مقابل العملات الأجنبية وذلك بعد تجاوزها حاجز 1880 ريالاً لكل دولار أمريكي واقترب الريال السعودي من 500 ريال وهذا أدنى قيمة تسجلها العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الريال السعودي في الانهيار الذي حدث في ديسمبر 2021 إلى حدود 450 ريالاً للسعودي ولم يتجاوز الدولار حاجز 1725 ريالاً ويأتي الانهيار المتواصل للعملة مع انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي اليمني في السادس والعشرين من يوليو الماضي لشركات ومشاءات الصرافة للتحول إلى الشبكة الموحدة للتحويل وإلغاء كافة الشبكات الخاصة وتصفية العمليات وإمهال المصارف لنهاية يوليو الجاري في سياق متصل قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن القرارات التي اتخذتها شرعية عبر مؤسسة البنك المركزي خلال الفترة الماضية لإعادة ترتيب الوضع المالي كانت بمثابة معركة لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية وشدد صالح في تدوينة بمنصة X على ضرورة تحصين الوضع الاقتصادي من التأثيرات المضادة التي تطال قيمة العملة بالإضافة إلى ضمان نفاذ القرارات فعليا على الأرض وأشار صالح إلى أن العواقب ستكون وخيمة على الحكومة في حال اكتفت بإصدار القرارات وخلدت إلى الراحة دون أن تعمل على استكمال تنفيذها في الواقع العملي ووفقا لصالح فإنما يجري الآن من تدهور للريال يشير إلى أن الحكومة أصدرت القرارات وتركت جبهتها الداخلية خصوصا الجانب الاقتصادي عرضة للتأثير من قبل الأطراف المضادة وأفاد صالح أن الوقت لم يفت بعد وما زال لدى البنك المركزي فرصة لإيقاف التراجع ومعاودة الإمساك بزمام المبادرة من خلال التدخل لدى قوى السوق عبر توفير الاحتياج الحقيقي المطلوب من النقد الأجنبي وتحديد سعر للريال أمام العمولات الأجنبية بحيث يمنع تجاوزه من قبل القطاع المصرفي التدهور المتسارع والمريع للعملة الوطنية يتجاوز حدود المجال الاقتصادي والسوق المالية إلى ما يمثل تهديدا للدولة والسلطة الشرعية نتابع يهوي الريال اليمني في سوق الصرف منحدرا إلى أدنى مستوياته في القيمة المالية يأتي هذا الانزلاق المهرور في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن لإنقاذ القطاع المصرفي من عبث التحكم الحوثي المركزي بصنعاء وانقسام العملة وبين عدن وصنعاء تتحقق وحدة الانهيار الاقتصادي الذي تستفرد مطارقه بظهور عامة المواطنين وقد بلغ بهم الغلاء والفقر مبلغ الروح للحنجرة لكن مع استمرار التدهور في المحافظات المحررة تغدو شرعية الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي على محك تمحيص الفارق بين الدولة والميليشيا ذلك لأن انهيار العملة يعني بالضرورة فشلا رسميا وأن السلطات الممثلة للدولة غير مرتبطة بالشأن المحلي العام ففي ظل انهيار الريال على هذا النحو يفقد الشعب ثقته بمسؤوليه إلى جانب فقدان القدرة الشرائية ولا يعكس سقوط الريال في حلبة النقد الأجنبي تداعيا مباشرا لأزمة حقيقية طارئة اقتصاديا بقدر ما هو تلاعب مدفوع بمآرب سياسية في مضاربات السوق النقدية ثم لا عبرة في أي إجراء تتخذه الحكومة مهما كان جبارا واستراتيجيا ما لم يلمس المواطنون تأثيرا إيجابيا له على أرض الواقع ويعون المواطنون على إجراءات البنك المركزي في عدن بإثمار نتائج ملموسة في إنقاذ العملة الوطنية من التهاوي المتلاحق في سوق الصرف قبل النفوق النهائي لقيمته المالية أكو اليمنيين واستنزافهم ماليا غاية حوثية متعددة الوسائل حيث أغرقتهم الميليشيا بطوفان من الجرع السعرية المتضاعفة بين جرعة وأخرى نتابع ألغت ميليشيا الحوث الإرهابية مؤخرا حزمة من خدمات الاتصال في باقة القيغا التي عملت على تخفيض حجمها مع مضاعفة سعرها على المشتركين ومنذ سيطرة الميليشيا على شركات الاتصالات والإنترنت ساءت الخدمات وارتفعت رسوم الاشتراكات على مؤشر تصاعدي متضاعف القيمة وحاليا ستتضاعف أسعار الباقات الحوثية ثلاث مرات عن سعرها في مناطق الشرعية التي لم تتخذ حكومتها أي إجراءات فعلية لتحرير مواطنيها من الاستعباد الحوثي الإلكتروني وهددت الميليشيا بقطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر حال قررت وزارة اتصالات الشرعية نقل الشركات من صنعاء إلى عدن ويمثل بقاء قطاع الاتصالات والإنترنت تحت تحكم الحوثيين بصنعاء أسخى روافد التمويل للإرهاب الحوثي المنظم ضد اليمنيين ومشتركي الخدمات كما يمثل انتهاكا سياديا للأمن القومي والوطني وغير مرة صرحت الحكومة باتخاذ خطوات لتحرير قطاع الاتصالات من قبضة الحوثيين لكن على أرض الواقع لا شيء يحدث ولا جديد وكانت تقارير استقصائية كشفت عن جرائم تجسس إلكتروني وقرصنة وتهريب لاسلكي تقوم بها الميليشيا تحت إشراف وإدارة خبرات إيرانية تقيم في صنعاء واستغلت ميليشيا الحوثي سيطرتها على قطاع النت والاتصالات في اختلاس أموال المشتركين عبر تقديم أردأ الخدمات بأغلى الأسعار الاتصالات القطاع الأكثر حيوية ما يزال حتى اليوم أداة منفلتة وسلاحا طائشا يستهدف الدولة وجيشها ومواطنيها ويدر على الميليشيا الحوثية أموالا وإيرادات طائلة دون أي تحرك جدي لتجريد الحوثية من هذا السلاح وأداة الحرب والتحشيد والتمويل عقب تمردها على السلطة في العام 2014 عميدة ميليشيا الحوثي على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة ومن ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات كمؤسسة إيرادية وسلاح موجه لاستهداف خصومها ومناوئيها واستغلت ميليشيا الحوثي قطاع الاتصالات الحيوي والاستراتيجي في حربها والإضرار باليمنيين المناوئين لمشروعها ماليا ولوجستيا وأمنيا ودعائيا وعسكرية وسخرت الميليشيات هذا القطاع إلى أداة للتجسس على أفراد الجيش الوطني ومراقبتهم ورصد تحركاتهم في سبيل تحديد أماكن التجمعات والقيادات والمقرات لاستهدافها بصواريخها وطيرانها المسير كما حولت ميليشيا الحوثي شركات الاتصالات إلى منظومة مراقبة شاملة ترصد بيانات المواطنين وأنشطتهم بدءا من رسائلهم ومكالماتهم ووصولا إلى تحديد مواقعهم ومعرفة أماكن تواجدهم وبحسب إفادة مصادر مطلعة للصحوة نت فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا الحوثية هو من يدير عملية التجسس على المواطنين وذلك من خلال تتبع ومراقبة حركة بيانات الأرقام الهاتفية تحت إشراف مباشر من مهندسين وتقنيين من إيران ولبنان وأكد حقوقيون أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من مراقبة لبيانات المستخدمين يندرج تحت إطار القرصنة وانتهاك الخصوصيات وهي أفعال تعد جرائم تخالف القوانين والتشريعات وتدينها الأخلاقيات والأعراف ولم تكتفي ميليشيا الحوث بانتهاكاتها للخصوصية من خلال مراقبة بيانات المواطنين بل تحول شركات الاتصالات إلى عصا ترهب بها المجتمع وتهدده وذلك من خلال إرسال رسائل SMS جماعية للمواطنين عبر مختلف شركات الاتصالات في البلاد وأفاد مواطنون عن تلقيهم عشرات الرسائل النصية في شهر يونيو الماضي وحده تطلبهم التعاون مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات الحوثية والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة تعمل لصالح العدو كما تنص الرسائل وإلى جانب ذلك تسخر ميليشيا الحوثي شبكة الاتصالات ورسائل SMS في دعوة المجتمع للتحشيد لفعالياتها الطائفية والسياسية طوال العام كما تستغلها ماليا في جمع تبرعات تحت مسميات المجهود الحربي والسرة الأقصى والقوة الصاروخية وغيرها وإزاء هذه الانتهاكات دعا ناشطون الحكومة الشرعية إلى اتخاذ خطوات راجعة وعاجلة لتخليص قطاع الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية ونقل مؤسسة الاتصالات اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن أكدت مصادر صحفية منع ميليشي الحوث الإرهابية لطائرة الخطوط الجوية اليمنية من الإقلاع إلى مطار عمان الدولي رغم بيع جميع تذاكر الرحلة وقالت المصادر أن رحلة عشرات المسافرين اليوم تعطلت رغم إعلان الشركة جدولتها في وقت سابق وقال مراسل وكالة الرويترز في اليمن محمد الغباري أن ميليشي الحوثي تشترط إضافة وجهة جديدة لمطار صنعاء إلى مطار القاهرة الدولي للسماح للرحلات المتوجهة إلى عمان في الأردن بالإقلاع من المطار يشار إلى أن ميليشي الحوثي استولت مؤخرا على أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية وعلى أكثر من مائة مليون دولار من أرصدت الخطوط الجوية اليمنية ومنعت صيانة إحدى طائراتها بمطار صنعاء حمل نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة الناطق الرسمي باسم التجمع اليمن للإصلاع عدنان العديني ميليشي الحوثي كامل المسؤولية عن حياة المناضي المحمد قحطان المخفي قسرا في سجونها وقال العديني للموقع بوست إن ميليشي الحوثي أفشلت مفاوضات مسقط وستفشل أي مفاوضات قادمة ولن نتمكن من إحراز تقدم إلا من خلال إيجاد أسس حقيقية تتقدمها مجموعة من الشروط التي تثبت حسن النية وأوضح العديني أن من ضمن الشروط التي تثبت حسن النية الإفراج عن الشخصيات المدنية التي تم اختطافها من منازلها مشيرا إلى أنه من دون ذلك لن نتمكن من إحراز أي نجاح في ملف المفاوضات وأفاد العديني أن قضية محمد قحطان ستحل أو ستحل عندما يصبح حرا طليقا ونجده بين أهله وأسرته وأوضح العديني أن ميليشي الحوثي الميت أخلاقيا تدين نفسها وتحاكمها أخلاقيا من خلال استمرارها بالمناورة في قضية أخلاقية لشخص اختطفته من منزله وتريد أن تستبدله بعناصرها المسلحة التي قتلت اليمنين قال القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن تشاو تشينغ إن بكين تسعى لتعزيز التعاون مع الأحزاب اليمنية بما فيها الإصلاح وأوضح تشينغ وأوضح تشو تشينغ في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن زيارة وفد حزب التجمع اليمن للإصلاح إلى بكين جاءت تلبية لدعوة حضرها مؤتمر حضر لتلبية جاءت تلبية لدعوة حضور لمؤتمر مهم في الصين وأضاف الصين تعمل على تعزيز التعاون مع الأحزاب اليمنية المختلفة ولدينا تواصل مكثف مع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب الأخرى وجدد المسؤول الصيني دعم بلاده للحكومة الشرعية ولمجلس القيادة الرئاسي مشيرا إلى أن بكين تعمل بالتنسيق مع المبعوث الأممي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأطراف المعنية الأخرى للدفع بعملية سلمية في اليمن جدد مجلس الأمن الدولي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة الإقليمية والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا لتمديد ولاية بعثته الأممية لاتفاق الحديدة حتى الرابع عشر من يوليو الفين وخمسة وعشرين أكد مجلس الأمن استمرار ميليشي الحوث الإرهابية في وضع العراقير أمام حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بما في ذلك تنقل الدوريات وشدد على الحاجة إلى تيسير زيادة دوريات البعثة وعملها دون عوائق وقالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربرا ودورد إن وقف إطلاق النار في الحديدة يظل ذا أهمية قصوى ونددت بالقيود التي تفرضها الميليشي الحوثية وجددت التزام بلادها بتأمين سلام مستدام واستقرار طويل الأجهل لليمن من خلال دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة من جانبها دعت واشنطن إيران إلى وقف عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة وقالت إنه لا يمكن التسامح مع هذه الانتهاكات بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعد اليوم مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة بربرا ودورد سبل تعزيز وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين واستعرض الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن وجهود السلام والسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة أوقفت ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية مبادرات خيرية لدعم طلبة المدارس في صنعاء وريفها وصادرت لوازم مدرسية كانت مخصصة لمئات الطلبة وذلك في سياق إعاقة الميليشيا لمساعي الأعمال الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة الأعباء التي تكابدها الآلاف من الأسر اليمنية وشنت الميليشيا حملات محمومة وشنت الميليشيا حملات محمومة استهدفت نحو 27 مبادرة كانت تقوم بتوزيع احتياجات مدرسية لمئات الطلبة الفقراء في أحياء مختلفة بصنعاء المدينة كما استهدفت مبادرات ومتطوعين آخرين في قرى بمديريتي بني مطر وسنحان يشار إلى أن ميليشيا الحوثي لجأت منذ سنوات إلى استخدام مختلف الطرق والأساليب للتضييق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية وإغلاق المئات منها في مناطق سيطرتها واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية كافة قتل أكاديمي يمني مع شقيقه أمام إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة المختطفة صنعاء وقالت مصادر محلية إن الأكاديمي يحيى القحوم قتل مع شقيقه عنتر أمام محكمة جنوب الأمانة بصنعاء بعد جلسة للمحكمة في قضية منظورة لديها منذ أعوام بين القحوم وأحد المواطنين مشيرة إلى أن الحكم الذي تم النطق به في جلسة المحكمة جاء لصالح الدكتور القحوم وشقيقه وفادت المصادر أن الدكتور القحوم عاد إلى اليمن في نوفمبر الماضي من دولة المغرب بعد الانتهاء من دراسة وتحضير شهادتي الماجستير والدكتوراه التي كانت في تخصص الفيزياء والهندسة في سياق مساعيها الحثيثة لتجهيل الجيل في مناطق سيطرتها المسلحة فرضت ميليشيا الإرهاب الحوثية جرعة جديدة على رسوم تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية بمحافظة الحديدة بالتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد وقال عدد من الأهالي في مدينة الحديدة إنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين من إشعارات من إدارات المدارس الأهلية تفيد بإضافة 30% على رسوم التسجيل في كل مرحلة دراسية أشارت مصادر محلية إلى أن أغلبية المدارس الأهلية أبلغت أولياء أمور الطلاب في مدينة الحديدة بضرورة تسديد الرسوم كاملة ورفضها لعملية التقصيد على خلاف ما جرت عليه العادة في كل عام دعت منظمة سام للحقوق والحريات ميليشي الحوثي إلى الإفراج الفوري عن رجل الأعمال هاشم الهمداني وأفراد أسرته المخطوفين لديها منذ ثمانية أشهر وقالت سام في بيان إن ميليشي الحوثي خطفت رجل الأعمال هاشم الهمداني من مطار صنعاء الدولي في نوفمبر الماضي وأخفته قسرا عن أسرته منذ ذلك الوقت حتى اليوم دون أي مبرر قانوني أوضحت سام أن ميليشي الحوثي خطفت الهمداني وأفراد أسرته بتهم ملفقة بهدف الضغط عليه وإجباره على التنازل عن ممتلكاته لصالح ما يسمى بالحارس القضائي الحوثي ونقلت سام عن زوجة نجل الهمداني قولها أن ميليشي الحوثي عمدت لإقتحام منزل الهمداني ومصادرة كل أوراق أملاكه وشركته ومنازله وعقاراته أقامت المقاومة الشعبية بمحافظة المحويت فعالية جماهيرية أكدت وقوف أبناء المحافظة مع القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والأمنية لمواجهة المشروع الحوثي الإمامي ودعت أبناء المحويت إلى عدم الزج بأبنائهم في مراكز الحوث الطائفية أقامت المقاومة الشعبية بمديريات ملحان وحفاش والخبت وبني سعد بمحافظة المحويت فعالية جماهيرية في مدينة مأرب لإسناد الجيش والأمن ضمن الأنشطة التعوية الجماهيرية التي تقوم بها المقاومة لتأكيد الإسناد الشعبي للمعركة الوطنية ورفع الجاهزية الشعبية في المرحلة القادمة يقوم أبناء محوظة المحويت لأربع مديريات حفاش وملحان والخبت وبني سعد هذه الفعالية اللقاء الموسع الذي يهدف إلى إسناد الجيش والأمن وذلك لاستعادة مؤسسات الدولة والتحرير اليمن من هذه الفئة الباقية التي دمرت البلاد وأهلكت الحرث والنصل فكلنا حاضنا واحدة وشعب واحد نسند الجيش والأمن لاستكمال ما تبقى من تحرير اليمن أكدت الفعالية وقوف أبناء محافظة المحويت خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والأمنية للقيام بواجبهم والعمل على حسم المعركة ضد ميليشيا الكهنوت الحوثي وتطهير المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات منذ قرابة العشر سنوات في هذه الفعالية الجماهيرية نؤكد وقوفنا خلف الجيش والأمن ونؤكد على أننا سنقوم بكل واجبنا نحو الجيش وسندعمه بكل ما أوتينا من قوة وندعو أهالينا في مناطق سيطرة الحوثي إلى احتواء أبنائهم وعدم الدهاب بهم إلى مهالك الحوثي دعت الفعالية أبناء محافظة المحويت إلى عدم الزيج بأبنائهم في المراكز الصيفية الطائفية التي تعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتفخيخ عقول الناشئة وزرع الأفكار العنصرية المتطرفة في عقول الأطفال وأكدت الفعالية خطورة تلك المراكز والمحاضن الطائفية على مستقبل الأطفال وقيامهم الدينية وهويتهم الوطنية ندعو إخواننا وأحبابنا وكل من يقبعون تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أن يكفوا من دعم هذه الميليشيات التخريبية الإرهابية وأن يحفظوا أبنائهم في بيوتهم وأن لا يزجوا بهم في مراكز الصيفنة أسميها مراكز الصيفنة الدهنية لتغيير الهوية الوطنية اليمنية ولتغيير الجيل الناشئ إلى جيل يتبع الإمامة ويكون عبدا للسلالة الخبيثة الكهنوتية تخلل الحفلة قصائد شعرية وفقرات ثنية من الفلكلوري والرقص الشعبي نالت السحسان الحاضرين وتفاعلهم محمد القليصي لقناة سهيل مأرب تشهد المناطق المحررة جنوبي الحديدة حملات أمنية وحراكا أمنيا مبنيا على شراكة وطنية مع السكان يهدف إلى قطع أذرع إيران وعناصرها الحوثية الإرهابية التي تحاول تهريب السلاح والمخدرات من إيران إلى الحديدة عبر البحر جهود أمنية متسارعة في مواكبة لتحديات المرحلة الراهنة جنوبي الحديدة تمتد من البري إلى البحر بهدف وضع حد لميليشي الإرهاب الحوثي التي تنشط خلايا التهريب فيها والمدربة في إيران لتهريب الأسلحة والمخدرات والوقود هذه الحملة تهدف لا للعصرية لا للمناطقية لا للتخريب لا للأرهاب لا للمخدرات لا للجرائم إن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق والنجاح توعية أمنية عن أهمية التكامل بين المواطني ورجال الأمن ليقف الجميع صفا واحدا لتنسيخ الأمن بشراكة مجتمعية لكشف كل خلايا الإرهاب الحوثي في تعزيز الأمن ودعم الشراكة الحقيقية ما بين الأجزاء الأمنية والمواطنين سواء من تعوية أو غيرها يقظة أمنية تعزز من أمن واستقرار المناطق المحررة لقطع يد خلايا إيران الإرهابية صفحة وطنية مضية وإشراقة جمهورية تؤكد على شراكة الجميع القوات المسلحة والأمن والمواطنين لهزيمة ميليشي الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة في اليمن أبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة يمتلك الشباب اليمني دورا بارزا ومشرفا في مقرعة الكهنوت الحوثي وهم اليوم يتطلعون للمزيد من الإسناد والدعم للمعركة الوطنية واستعادة الدولة بمستوى عالي من الوعي والحرص والمسؤولية الوطنية مثل اللقاء التشاوري الموسع للشباب في تعز جلسة مناقشة وتداخلات أمام العديد من القضايا والمسجدات الوطنية والمحلية الراهنة وتأثيراتها الحالية والمستقبلية وموقع الشباب من هذه القضايا وأدوارهم الحالية والمطلوبة باعتبارهم القوة الحية والفاعلة في كل التحولات السياسية التي شهدتها ولا زالت تشهدها اليمن ومحافظة تعز بشكل خاص الشباب كانوا ولا زالوا هم العماد الأول لبناء الدولة ولصناعة الوعي من هنا نوجه رسالة للشباب بأن يستمروا بمثل هذه القهود وهذه اللقاءات حتى نستطيع أن نصل إلى مستوى متقدم من الوعي ومن تحقيق الأهداف التي يسعى إليها القمية في بيان اللقاء أكد الحاضرون على أهبية إحياء ثقافة الجمهورية وربطها بالواقع وكذا على أهمية اتخاذ إقراءات حاسمة وفورية لإعادة تصدير النفط والغاز وتنمية الإيرادات ومكافحة الفساد ووضع حد لتهديدات وابتزازات الميليشيات الحوثية هذا المؤتمر يهدف إلى تجميع الشباب وحجد الطاقات في مواقعات المشروع الحوثي ينبغي أن يكون هناك وعي بالمشكلة الحوثية وقذرها التاريخية باعتبار أن الإمامة الهادوية هي الأصل التي استمد عليها الحوثي في حركته التي صعد بها وبالتالي لابد من مواقعها فكرية مع الميليشيات ولابد أيضا من مواقعها ثقافية ومواقعها عسكرية حاسمة مع هذه الميليشيات الهدف هو أنه كيف ممكن أنه الآن نحن نوحد مزيد من الصفوف ونخرج برؤية وطنية شاملة برؤية شبابية في مواقعات الإنقلاب والمستقدات الراهنة في اليمن لأن الشباب هم أكثر تواغد وأكثر شريحة في الميدان أيضا كان من المخرجات الجميلة أنه تم صياغة البيان من الآراء والمشاركات التي حصلت في المؤتمر وهذا عند اليدل أن الكل ملتفحة وفكرة واحدة وهي استعادة الدولة ومحاربة الميليشيات وآدانا لقاء التشاوري قراء ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اختطاف وإخفاء الكوادر الوطنية والعاملين في المنظمات الإنسانية والمدنية أحمد مكيبر قناة سهيل تاعز تعاني أكثر من 3500 أسرة نازحة بمديرية صالف تاعز من شبح التشرد مجددا بعد عودة ملاك المنازل النازحين إلى منازلهم مع فتح طريق جولة القصر وسط مطالبات بوضع حلول عاجلة لتوفير السكن الآمن للأسر النازحة فهد عبد العزيز القاضي أصر أن نزور منزل عائلته الآيل للسقوط عليه وعلى أولاده السبعة فالقذائف قد خلخلت المبنى فاضطر للرجوع إليه بعد أن عاد مالك المنزل الذي كان نازحا فيه بمكان آمن كنت نازحا في أحد البيوت وعندما تم فتح الطريق الممر الأهمين عادوا الناس يشعرون أنهم بيرقعوا وعادوا إلى بيتهم فاضطررت أن أعود إلى بيت الوالد طبعا بيت الوالد مضرر وممكن أنكم توثقوا تشوفوا جميع الغرف المضرر بسبب أولا ضرب الهوزرات من جاة السلال والقعشة والقصر فتضررت ثلاث بيوت حول البيت ووحده عرض القدار حق الحوش مشعور بالخروج من صاحب البيت وأنا ما فيش مكان أروح له فأنا أروح والله ما أدري ولا في شيء وأنا أروح ما أنا أجداري فأناروح بعدين لما فرقوا طريقة الحوبان زادت الزحمة والبيت غالين أزيد عشرات الأسر أشعرت بالإخلاء للمنازل التي تسكنها والمئات منتظرين دورهم ومنهم عبد العالم عبد القادر الذي لا يملك منزلا وسينزح للمرة الرابعة قريبا طبعا الآن مع فتح الطريق وتساهل الناس وتساهل الناس أنهم يعودوا إلى ديارهم وشعرني طبعا أنا كنت نزح من قبل هذا المنزل نزح في بيت عمي رجعوا قبل فترة واضطريت أن أرجع أنزح إلى هذا المنزل الذي منزل أحد أقربائنا الآن مشعرنا على أساس أنهم سيعودوا بكل احترام وتقدير يجب أن نتكاتف الجمع على هذه المشكلة أن تترك على المديرية أعتقد أن هذا أمر المديرية لا تستطيعه أبدا وحتى المحافظة وحتى إمكانية المحافظة أنا أقول أنها لا تستطيع فلابد من حل هذه المشكلة بيتزامن مع حل موضوع يعني اتفاق فتح المنافذ لازم تعمل في خطتك أنه فتح المنافذ وعودة الناجحين سيتار التبع عليه أنه خرق أسر إلى العراء ربما كانت وقدت في بعض المنازل المهقورة مأوى تكيفت أيا كانت هذه المنازل تكيفت معها فلا أملك الآن حقيقة حلا واضحا لهذه القضايا لكنني أناشد من خلالكم المنظمات الدولية أناشد اليون دي بي أناشد التحالف أنه التفكير في مثل هذه القضايا النازحين بمديرية صالة من خارج المدينة لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في مناطق سيطرة الحوثي ولن تتمكن مديرية صالة من حل إشكالاتهم فعدد ثلاثة ألف خمسمائة وستة وثلاثين أسره يعتبر جيشا من الأفراد لن تحل مشاكلهم إلا الحكومة التي لم تتدخل حتى الآن تتميز محافظة المهر بروح متصالحة خالية من الأحقاد والنعارات المناطقية والعنصرية وهما جعلها وجهة آمنة لآلاف النازحين من الحرب دون عن باقي المحافظات اليمنية الأخرى تتسم محافظة المهر بروح متصالحة مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها حياة خالية من الأحقاد والثارات والضغاين متحررة بشكل مذهل من كل النعارات المناطقية والعنصرية وتلك ثقافة متجذرة في صميم المجتمع المهري منذ مئات السنين الأمر الذي جعل منها اليوم وجهة آمنة لآلاف اليمنيين من كل المناطق والمدونة أصبحت وجهة لكل الناجحين من جميع المحافظات وحبيت أقول أنه تتميز محافظة المهرة عدم وجود العنصرية فيهم وأنها مجتمع مسالم ونحن عايشين فيها بسلام من حيث تعاوننا مع أخواننا وكأننا عايش هنا في بلادي في بلادي تعز عايش من زمان هنا لا يوجد أي تمييزات عنصرية وفي نازحين قوم من مناطق أخرى عايشين هنا لا يوجد أي عنصرية وبالرغم من كل المميزات التي تحظى بها محافظة المهرة وفتحها لجناحيها بحب واحتضنة الجميع إلا أنها لا تزال تعاني من ضعف التدخل الحكومي للنهوض بقطاعاتها الخدمية لماذا أتت من عمران لا هنا وجدت من عمران لا هنا لأنك لما تحصل مجتمع آمن لا يجد فيها تمييز لا يجد فيها عنصرية كما في بعض المحافظات الثانية تجد الأمان لذا لما وجدنا المهرة خالية وكثير من النازحين لما نزعوا إلى هنا وجدوا أنها خالية من هذه الأنصريات وهذه السلبيات الغير قابلة في المجتمعات وجدوا أنها مجتمع آمن مجتمع مسالم حتى أهالي أهالي المهرة ناس طيبين عندهم الكرامة والشهامة ناس ترفع لهم القبعة فالبوابة الشرقية للبلاد بحاجة اليوم لمنحها المكانة التي تليق بها بما يتوازي مع استياد سكانها أسوة ببقية المحافظات الأخرى إضافة للحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي من التشضي فهل ستكون الحكومة والأطراف السياسية عند مستوى المسؤولية خلال الفترة القادمة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة شيع اليوم في مدينة مأرب جثمان العقيد الركن نجيب أحمد الصلوي رئيس شعبة القوى البشرية في دائرة المستودعات العامة والذي وفاه الأجل إثر مرض عضال ألم به واجرت مراسم التشجيع للفقيد بحضور مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية وجمع من أقارب الفقيد ومحبيه أعرب المشيعون عن عميق حزنهم لرحيل الفقيد وأشاد بمآثره النضالية ومواقفه الوطنية الخالدة في مختلف مراحل النضال الوطني تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية إخلاء الجثث المجهولة الهوية المتواجدة في ثلاجة الموتى بمستشفى عتق للأمومة والطفولة والتي مضت على البعض منها ما يقارب 13 عاما وخلال عملية الإخلاء نوها وكيل محافظة شبوة دكتور عبد القوي لمروق بأن غالبية الجثث هي من الجنسيات الأفريقية القادمين بصورة غير شرعية للمحافظة مشيرا إلى تحلل البعض منها وانبعاث روائحها في المحيط العامل المستشفى موجها بتنظيف الثلاجة وتطهيرها من الروائح وكانت خلال أيام الماضية قد انبعثت روائح كريهة من المستشفى ما ولد ضغطا مجتمعيا بضرورة دفن الجثث حتى لا تتسبب في كوارث صحية على سكان مدينة عتق يعقد مكتب الصحة العامة والسكان في مارب لقاءات تحضيرية لتنفيذ حملة التوعية المصاحبة لحملة شلال الأطفال المقرر انطلاقها في الخامس عشر من يوليو وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من مائة ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة من العمر من منزل إلى منزل في جميع مديريات المحافظة ومخيمات النزوح وتعقد الدورات التحضيرية لمنتسب التثقيف الصحي من متطوعين ومتطوعات في مديرية المدينة بعد أن أعلن اليمن خلوه من شلال الأطفال في صيف 2006 غادت الأمراض والأوبئة مجددا مع ظروف الحرب والنزوح ومنع التحصين في مناطق سيطرة الميليشيات الخوثية وإذا هذه المخاطر الصحية تبذل السلطات المحلية في مأرب جهودا توعوية وتثقيفية قبيل انطلاق حملة التحصين ضد شلال الأطفال في الجولة الثانية نحن لنا دور مهم في تثقيف الناس في الجانب الصحي حيث نواجه مجتمعات ذات عقائد قاسية جدا يعني يرفض التدعيم غير موافقين على عمل التدعيم أو يسببوا لنا مثلا إحراجات أنه ليش تجدوا طعموا هذا من عند اليهود هذا من عند كذا دورنا هنا أنه هذا التدعيم لها أهمية كبيرة وأنه يحافظ على أولادنا وفي اللقاء التحضيري لتنفيذ حملة التوعية المصاحبة لحملة شلل الأطفال الذي عقد لمنتسبية التثقيف الصحي من متطوعين ومتطوعات بمديرية المدينة إلى الاستدادات الجارية التي يقوم بها مكتب الصحة بالمحافظة في تدريب العاملين المشاركين في حملة الشلل البالغ عددهم ثمانمائة وواحدا وتسعين عاملا ومتطوعا ومشرفا فرق بالإضافة إلى أربعمائة وخمسين متطوعا ومتطوعة في التثقيف الصحي وكذلك الخطباء والمرشدات الخطباء في هذه الدورة هو من أجل توعية ونشر الوعي والتثقيف الصحي بين الناس خصوصا أن للمساجد والمنابر دورا مهما في هذه المحافظة حملة الشلل الجولة الثانية والتي ستنطلق من الخامس عشر وحتى السابع عشر من يوليو تستهدف تطعيم أكثر من مائة ألف طفلا وطفلة دون سن الخامسة من الغمر من منزل إلى منزل في جميع مديريات المحافظة ومخيمات النازحين حمل الذي سيبدأ يوم 15 و16 و17 نحن نستهدف 105 ألف طفل وطفل لتطعيم ضد مرض شراء الأطفال نحن نبدل كل ما بوسعنا بحيث يكون التدريب والتجهيزات لهذه الحمل على أعلى مستوى وحقيقة عندما نعد الناس في التدريب فنعتبر نحن عدينا للإنجاز يدعو مكتب الصحة بمأرب جميع النشطاء والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين والمجتمع ككل للمساهمة في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها ونشر الرسالة التوعوية بأهمية التحصين ضد شلل الأطفال وإيصالها لجميع المواطنين في عموم مديريات المحافظة دشنا وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح ومدير مكتب الصحة العامة وسكان بالمحافظة أحمد العبادي يوم أمس العمل في مستشفى الفقيد عادل النور التخصص لرعاية الأم والطفل وجاءت عملية التدشين بعد استكمال التشييد والتأثيث والتجهيز بتمويل كويتي وطاف الوكيل مفتاح بأقسام المستشفى واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي للمستشفى نزاربا محسون حول مواصفات التجهيزات والتأثيث وجودة الخدمات التي سيقدمها وحجم السعة السريرية والوظائف التي وفرها مع بدء التشغيل وقال الوكيل مفتاح إن المشروع يعتبر إضافة إلى القطاع الصحي بالمحافظة وعرب عن شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على مواقفهم الأخوية تجاه الشعب اليمني وأكد حرص السلطة المحلية على تقديم كافة الدعم وتسهيلات للمؤسسة المشغلة للمستشفى من أجل تقديمها خدمة طبية وصحية بجودة عالية نحن نرى أقبال المواطنين لهذا المرفق الصحي الجديد في هذه المحافظة التي اليوم يسكنها أكثر من ثلاثة مليون يمني ويمنية بسبب الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب كان لابد لأخوتنا وأشقاءنا في دولة الكويت الكويت إلى جانبكم أن يقدم هذا المستشفى كهدية لأبناء الشعب اليمني وللنازحين في محافظة مارب وأيضا للمترددين سعداء اليوم نحن ندشن بدأ العمل في مستشفى مستشفى عبدالغالق النوري الأممه الطفولة في محافظة مارب هذا المستشفى الذي هو متخصص في جانب الأممه الطفولة ويعتبر أول مستشفى داخل محافظة مارب من جاية البنية التحتية وكذلك التأثيث والتجهيز وكذلك النوعية المستشفى من استشفى التخصيح والنوعية داخل محافظة مارب الذي سيقدم خدماته في ممه الطفولة لعدد السكان المتواجد في هذه المحافظة كان في الماضي سكان مارب 400 ألف اليوم عندنا ثلاثة مليون نازح ونازحة داخل هذه المحافظة ورغم وجود هناك مستشفيات ومراكز أخرى لكنها لا تفي بالأغرض وهذا المستشفى سيعطينا نقلها نوعية داخل المحافظة بحيث أنه سيغطينا كبير عدد وهناك الساعة السريرة فيه ستين سرير ساعة لا بأس بها ونتمنى أن تكون هناك خطوات جادة وحديثة من المنظمات والجهات الدعمة الأخرى في بناء مستشفيات ومراكز أخرى تخصصي داخل المحافظة نحن بأمسل حاجة إليها اليوم كان افتتاح تشغيلي لمستشفى عادل عبدالخالق النوري وهو الآن يعتبر المستشفى التخصصي فيما يتعلق بالنساء والتوليد دشنا رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدس اليوم اختبارات مفاضلة لقبول الدفعة الخامسة طب بشري والتي يتنافس فيها خمسمائة واثنان وستون طالبا وطالبة على خمسين مقعدا دراسيا واطلع الدكتور القدسي ومعه نائب رئيس الجامعة لدراسات العليا الدكتور حسين المساي وأمين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة على مستوى التحضير وسير عمليات اختبارات المفاضلة أشار القدسي لأن الجامعة تهيأت واحدا وثلاثين قاعة امتحان للطلاب والطالبات المتنافسين موضحا أن الجامعة لأول مرة اعتمدت نظام البصمة لإثبات حضور الطالب قاعة الاختبارات بديلا عن التحضير اليدوي أقامت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية بالشركة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم في مدينة مأرب الحفل النصفي لمشروع بناء الشبابي المشروع الذي انطلق في شهر مايو الماضي يهدف إلى تأهيل الشباب وإدماجهم في سوق العمل من خلال برامج تكسبهم المهارات اللازمة ويستهدف المشروع أكثر من ثلاثة آلاف شاب طيلة عام كامل تحت إشراف وزارتي التعليم الفني والشباب والرياضة ألقيت في الحفل عدة من الكلمات أو العديد من الكلمات أكدت على أهمية الاهتمام بالشباب وتأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد ليكونوا قادرين على إنشاء مشاريع خاصة تساهم في بناء الاقتصاد اليمني الذي تضرر جراء الحرب والعدوان الحوثي في صباحية هذا اليوم البهي نعمل على إقامة الحفل النصفي المشروع بناء الشبابي هذا المشروع الملهم الذي بدأناه في 15-1-2024 المشروع الكبير الذي نستطيع اليوم القول أن من خلال هذا المشروع سنعمل بإذن الله تعالى على بناء مداميك اليمن الجديد من خلال هذه النخبة الكبيرة التي ستتخرج من هذا البرنامج 3000 مستهدف في 13 دبلوم محكم من وزارة التعليم الفني سيتخرجون سيتخرج اليوم إلى اليوم ربما ما يقرب من 700 إلى 800 طالب تخرجوا نطمح أن يكون خلال نهاية هذا العام قد تخرج 3000 لنعلن نسختنا الجديدة التي ستكون بإذن الله نسخة كبيرة جدا على نستوى الوطن نحن اليوم في الحفل النصفي لمشروع بناء الشبابي الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب اليمني ومن أكثر النقاط التي تعتبر نقطة إنجاز لهذا المشروع التركيز على الجانب المرأة الذي سيكون له دور كبير في عملية النهوض في هذا المجتمع مشروع بناء يستقبل أكثر من 40% من المتدربين في جميع البرامج استفدت من مشروع بناء الشبابي درس في دبلوم الإعلام الشامل استفدت كذلك كتابة التقارير الصحفية والأخبار الصحفية كذلك أساسية التصوير والمنتاج استفدنا الكثير وأيضا من الجرافيكس والتصميم العرض والإلقاء استفدنا من مشروع بناء الشبابي الإلهام والتضحية والتفاول في الحياة اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب الدورة التدريبية لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين ومنشط المساحات الصديقة للأطفال واللجان المساندة في مخيمات النازحين بالمحافظة والتي نفذت بتمويل من منظمة اليونسيف وهدفت الدورة على مدى 14 يوما لتدريب 49 مشاركا من الأخصائيين الاجتماعيين ومنشط المساحات الصديقة للأطفال واللجان المساندة لتأهيلهم في كيفية التعامل مع الأطفال واكتشاف مواهبهم وإبراز إبداعاتهم وأشهد وكيل المحافظة للشؤون الإداري عبدالله الباكري بجهود مكتب الشؤون الاجتماعي ودوره في احتواء الأطفال وحمايتهم من تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها الميليشي الحوثية الإرهابية على اليمنيين وتجاوز آثارها النفسية المدمرة وتوفير بيئة آمنة لهم في مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة بدأت في مدينة المكلة أولى فعاليات البرنامج التدريبي لمشرف الأيتام بساحل حضر موت ضمن مشروع سند لرعاية الأيتام بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبحضور مشرف وحدة تنسيق أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة حضر موت الأستاذ عبدالعزيز باوزير وأشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت الأستاذ أحمد باضروس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واهتمامه بشريحة الأيتام من خلال جملة من التدخلات النوعية التي تسهم في تغيير حياتهم للأفضل فيما أكد مدير البرامج والمشاريع في ائتلاف الخير المهندس صالح بامخشب أهمية البرنامج الذي يستهدف ثلاثين مشرفا اجتماعيا في الجهات العاملة في مجال رعاية الأيتام كما استعرضت مديرة مشروع سند الأستاذ إيمان الزبيري وأنشطة المشروع المتمثلة في تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية وبرامج التمكين التي تستهدف ستمائة وخمسين يتيما ويتيمة في محافظتي حضر موت وتعز دشنا وكيل محافظة شبوى دكتور عبد القوي لمروق برنامج التدريب النظري والعلمي لأربعة وعشرين متدربا من كوادر العناية المركزية والطوارئ بمستشفى عتق العام للأمومة والطفولة والتي ينظمها قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية ونوه الدكتور عبد القوي لمروق بأهمية برامج التدريب التخصصية للكوادر الصحية المشاركة فيها لافتا بدورها في رفع قدراتهم وتحسين القدمات التي يقدمونها للمواطنين منحت جامعة سندرلاند في بريطانيا درجة الماجستير بامتياز للباحث خالد علي محمد غريب في الإدارة الهندسية ونال الباحث خالد غريب درجة الماجستير عن مشروع تخرجه الذي حمل عنوان تحليل المخاطر التجريلية للصناعات النفطية في الشرق الأوسط اليمن استخدام تقييم المخاطر واستراتيجيات التقفيف لإدارة مخاطر المشروع ونجاحه نشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها تدهر متسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وجرعة حوثية مضاعفة في خدمات الاتصالات اقتصاديون يقولون إن الحكومة خاضت معركة حقيقية عبر المنك المركزي وتركت جبهتها الداخلية عرضة للتأثيرات المضادة الإصلاح يجدد مطالبته بسرعة الإفراج عن المناضي المحمد قحطان ويؤكد أن ميليش الحوثي تدين نفسها باستمرار المناورة بملق المختطفين ناطق الإصلاح أشار إلى أن الإفراج عن الشخصيات المدنية شرط لإثبات حسن النية وأنه من دون ذلك لن تنجح أي مفاوضات آلاف الأسر النازحة في تعز تواجه خطر التشرد مجددا بعد عودة ملاك المنازل ومطالبات بوضع حلول عاجلة لتوفير السكن الآمن المهرة وجهة آمنة للنازحين الباحثين عن الاستقرار في ظل الحرب الحوثية المستمرة على الشعب للمزيد يمكنكم تابعة موقعنا على الانترنت سوهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة